كيف هي أفاق؟ من حي روضة تعرف اليمن أحب أن أقدم ثلاثة من الإستقارات البسيطة والسهلة المتحدة فبإسم الولايات المتحدة البريطانية المملكة بإسم المملكة المتحدة البريطانية وتوري أحبل شهادة بلاد بالتاج الملكي فأحببت أن تقول ثلاثة من الإستقارات بإسم المملكة المتحدة البريطانية وبإسم الكمهورية اليمنية أولاً الإستقار الأول وهو إستقار للغلاف الكوربوري إستقار للغلاف الكوربوري إن هذا غلاف الكوربوري إن هذا غلاف الكوربوري هذا هو يعتبر الغلاف الكوربوري إن تريد أن تعمل إخفاء لشيء معين حجباً للأشياء التي يتم رفضها بالأجهزة الحديثة المتقدمة بالحيث للبطارات التواهيدة فمثلاً مريد إعطاء فمثلاً مثدثاً إذا هو واحد مثدث أو أي شيء بهذا العادل وتلفه بأضي الطريقة شيئاً معين وتلف الشيء على زيادة العادل لا يمكن أبداً لذلك الأجهزة الحديثة في المطار أن ترصد الشيء المراد حجبهم أو تفاعدهم فهنا هذا الاتقال للصير يعدد ذلك النهاب للقافة والتفتيش في المطارات المتقدمة وهذا يعتبر أيضاً كبيراً من القفة التي تعتبر في ذلك الجهاد أما بالنسبة للأممار الثناعية والطادرات بدون طيار وهو إمكانية حق الشيء فبثلاً أريد أن أحدث طاروق أو ذبابة أو مثل المتفجرات في كبليات معينة فإذا طليتها بلبابة صندية وبإطلاع الجزء ثم تطحن حتى يكون كالبودرة الفحن فحن يتم تطحنه كالبودرة ويتم ترشي ذلك كالبودرة الذي طلبته في تلك الأكساب الجوار الإحفائية فهنا لا يستطيع الخبر الاستفاعي بأجداد المتقدمة في ربط ذلك الشيء ويقوم تلك الآية من الأولى من الهدى الكربوري بمنع وصول التركبات والأشئة لتفتل عند ذلك الذي يتعطي الإشارة من الأجهزة من رائح الداني والصديرات وكذلك الصادرات بدون طيار تطعت على تلك الأدهزة المتوادثة في الصادرة بدون طيار وكشف تلك الأشياء عندما يتم إطلاع بالمسكة القرنية وأشياء بالمسكة الهدوية والمسكة الهدوية هذا هو إحدى الإكتكارات مجرسة في الصادرة والذي خلاني أن أقول هذا الإكتكار هو عنده خمسة ثمانية سمية أولوش وأعجبت أن أقشد تلك الأجلوخ لطفهم للا أن يكون هناك مجرسة بالمسكة الهدوية شيئاً ألماً وعيش ثانياً الإكتكار الثاني هو الإكتكار بالإكتكار بالإكتكار أي أنه يكون صادرة يستمر في الصادرة إلى اللازمة في الصادرة فخلاني بشكل مباشر وكي تتعوش في الصادرة ومن ذلك المطل في تلك اللحظة تتعوحوا في الصادرة حتى أمريكا تشاهد كيف تتعوش في الصادرة في الصادرة يبتل عن ذلك أن الصفق يبتل إشعاء في البلان الابتكار الثالث وهو الابتكار من عشر منبوعات لربوذ الأعداد الرسمية عشرة مجبوعات من واحد إلى المساء في عشر مجبوعات مختلفة لربوذ الأعداد الرسمية هذه هي إبارة عن فلاسة الابتكارات أسأل الله أنكم قد مفقتوا بتنظيم شيئاً يفئيراً جداً وذلك لبعرفة بعض الأشياء أو اكتشافات من الابتكال الأجهزة ليتم تطويرها إلى الأفضل فهذا في القتال أشكر كيادة قليل في لمن عبره منصور حادي حمدية الكاظري بالاستكار يمتداً عام ألف من ستارى وخمسة دماجين كما يقصي من الغلاف الإلكتروني وكذلك أعقالي السهلياتي وشدين للملكة الياسي بالسهليات وملكة المنكة الإيطالية وشكراً جزيلاً إن حي روضة اليمن المسهل أبو ديتل يونس محمد الادوى الأسور وشكراً جزيلاً